موجود عندك في نادي الدينامو مصر أو في الأكاديمي واطئة الفريان أنا دلوقتي وديت إمني موجود يشتغل معاكم وتشتغلوا عليه فعجبني أنا فكرة أنه في اليوم في الحكاية وكان بكده في باريس سان جرمان في الحكاية هل الأطفال دول أو الشباب دول بيطلعوا بعد كده معايشات في عدد منهم ممكن يطلع معايشات في الأندية دي هل ممكن من عندك مثلا نلاقي محترفين لعبين مصريين موجودين في الأندية الأوروبية الكبرى دي حتى لو في عمر سنة صغيرة ولا الشراكة بتبقى مجرد بس أنهم بإنهم خبرات هنا نشتغل بها طيب خلينا أقول لك بسرعة الشراكة مبنية على إيه مبنية على ثلاث حاجات أساسية الحاجة الأولانية أن كل برامج التدريب اللي بتتم هناك هتتنقل لنا هنا وهيتم تنفذها مش هيتم تنفذها حرفيا بس هيتم تنفذها بما يلائم اللاعبين وثقافة اللاعبين المصريين وده اللي تقل لنا أن الثقافة اللاعب عندنا غير ثقافة اللاعب عندكم فهينقلكوا البرامج التدريبية وهيتم الإشراف عليها لكن هتنفذ وتطبق من خلال الجانب المصري بالشكل اللي يلائم اللاعب المصري وثقافة الناشئ المصري دي الحاجة الأولانية الحاجة الثانية أن أنت زي ما قلت لك اللي أنا كنت حريص عليها قوي تأهيل المدربين هيتم عمل ورش عمل هنا كل ثلاث شهور من خلال مدير الفني بتاقطع الناشئين هاي كل ثلاث شهور يعمل ورش عمل للمدربين كذلك هننتقي أكبر أو أحسن ثلاث أو أربع مدربين نحن شايفين فيهم نقدر ننفذ فيهم عشان نقدر نطورهم عشان يقدروا يفيدوا لولاد فهنختار المدربين دول هيتم يعملوا فترات معايشة كمان في النادي في فرنسا دي الحاجة الثانية الحاجة الثالثة اللي أنت كنت بتتكلم فيها أن نحن هيبتدي ننتقي في كل برحلة سنية أفضل العناصر عشان يطلعوا يعملوا معايشات وتمهيدا أن هما ينتقل لكن في حاجة مهمة جدا المعايشات نعين في معايشة لاكتسب خبرات اللي هو الولد من أول سن 13 سنة لغاية سن 17 سنة ده بيروح يكتسب خبرات ما ينفعش يروح يمضي عقد لعب محترف لأن قوانين الفيفا تحت سن 18 سنة ما يقدرش يمضي كلعب محترف ولكن لو اللاعب ده عنده دابل ناشنالي أو عنده يوروبيان باسبورد يقدر ينتقل من سن 13 لسن 17 يقدر يبقى موجود هناك ويلعب بشكل أساسي من غير أي مشكلة طيب لعب مصري زي اللي عندنا هنا لازم يبقى سن 18 سنة فحنا بنتطلعه يكتسب خبرات 17 سنة يقدر يروح يقعد سنة هناك و18 يقدر يمضي ويروح هناك هما عندهم تجارب في السنغال نادي اليون فتح أكد يعني شراكات أو عاقد شراكات زي اللي احنا عاملها معنا في السنغال فتح في مكسيكو وفتح في كندا واخد من السنغال السنة اللي فاتت أربع لعيبة حطوهم في النادي اللي تابع ليه في الدوري البلجيكي لعيب اتباع السنة اللي فاتت لأحد أنديات الدوري الفرنسوي ب3 مليون يورو فآه طبعا احنا بنستهدف من خلال شغلنا على مدار 7 سنين عندنا لعبين مميزين جدا شايفين ان فيهم كوتانشل شايفين ان هما يقدروا في يوم الايام يوصلوا لدرجة اللاعبين المحترفين بنطلعهم معايشات بشكل رجلر علشان ان شاء الله في سن 17 سنة وهما جوم شايفوا هنا بعض العناصر كانت كويسة جدا وفيه ان شاء الله خلال الفترة الجاية اكتر من ولد طالع من عندنا يعمل معايشات بغرض ان هو ان شاء الله يبتدي يكمل حياته هناك انا بس عايز اقول لك اخر حاجة في القصة احنا طالع من عندنا السنتين لعيب مصري اسمه سيف سالم هو 2006 بيلعب في نادي الدرجة تانية في فرنسا اسمه باستيا وده من اللاعبين الكويسين جدا وطالع برضو معايشة في اليون احنا بعتينه معايشة في اليون وجيه كان كابتن واير رياض شيتوس كان عامل منتخب اللي هو مدير فني طبعا كابتن واير الفن وخمسة كان بعات له استدعاء وجيه معاه احد تجمعات المنتخب وكان الفيدباك عنه كويس فاذا احنا سابقين الحمد لله بفضل ربنا ان احنا قدرنا نطلع الولد ده وقا في البايبلاينز عندنا او في يعني اه طلعين اكتر من لعيب ان شاء الله يبقى موجود ان شاء الله الفترة الجاية برا مصر بإذن الله اشتركوا في القناة